اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد كده زعب الى بركة فوجدهم متمسجين بالدين الاسلامي كما هم بعد كده حدث حدث قليم هو طبعا موت عمر بن العاص ابن خالته وتوقع ان يكون هناك قائد جديد وبالفعل ارساله معاوية ابن بسوفيان قائد جديد وهو معاوية ابن حدايج معاوية ابن حدايج كان معايا حوالي عشرة الاف مقاتل وحقاقها نصرا ضئيلا اذا ما قرنا بالانتصارات التي تحققها عمر بن العاص تعال شبوا كده معاو بعض الاسئلة اللي عادها ما الذي صمم علي عمر بن العاص بعد عوداته القيادة مواصلة الفتوحات الاسلامية ماذا اللي سيختاروا عمر بن العاص لمواصلة الجهاد ولماذا اختار عقبى بن نافع ذلك لمهارته وخبراته حربية وخبراته الطويلة مع البربر وختل الروم لماذا فرحوا عقبى باز التكلف؟ فرح ليه؟ اولا من خبوش شديد للجهاد في سبيل الله حتى يخلص القبائل البربرية من الوسانية والجهالة ولكي ينشر الدين الاسلامي في كل مكان اهم حاجة طبعا ما اول عمل قام به عقبى؟ اول عمل قام به عقبى هو التواجه الى قبيل الدواتة سنة واحد وردين هجرية فعلانوا الطاعة من جديد ودخلوا في الدين الاسلام وقتبطين راضين كيف وجد عقبى اهل بركة؟ وجدهم تمسكين بالدين الاسلامي كما تركهم ويقومون شعائره يعني كما كانت ولم يجد احد منهم لم يرتدي احد منهم عن الدين الاسلامي كما فعل اهل ترابلوس بعد ذلك كما سنرى فيما بعد متى توفي عمر بن العاص وما اثر ذلك على عقبى؟ ثلاثة وردين هجرية وحزن عقبى حزنا شديدا طبعا لذلك لأولاد ابن خلاته ما اسم القائدة الذي يبعثه معاوية ابن سوفيان لموساطة الفتحان هو معاوية ابن حدين وقد حققها نصرا ضئيلا اذا ما قولنا بانتصارات عمر بن العاص يعني انتصارات اللحقاء كانت قليلة جدا وكانت بالنسبة قليلة بالنسبة لعمر بن العاص لانما عمر بن العاص انا عارفين عمل فتحات كبير جدا في افريقيا وفي الشان طب اهلاك تقويم عندنا اللي في الدرس يا اولاد عبارة عن كام سؤال من الاسئلة اللي احنا خدناها كام سنة استمر عقبى في برقه؟ ست سنوات لماذا حزن بابا بموت عمر بن العاص كلنا عارفينه طبعا ليه حزن؟ لانه ابن حالته وهو قائده الاعلى والذي دربه على الجهاد في سبيل الله لماذا اخترى عمر بن العاص عقبى؟ قلنا لمهارته الحربية وخبراته الطويلة في البيع البابرية وليس لقرباته ده يا اولاد مرخص لايه؟ الدرس او الدرس اللي احنا اتكلمنا عنه آآ الآن بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ودانه وفزانه هنتكلم عن الفتوحات التي قام بقى عربة في السحر الشمالي وكان له يد بيضاء في نارش الاسلام في كل مكان فكان القادة اولاد المسلمين كل همه ان هم انسوروا الاسلام وليس حب الدنيا وليس آآ 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 ادنى او ليس دون زكا ان شاء الله هنكمل هيكون لدينا رقاء قريب ولا نقول وداعا وان شاء الله اتبنى لكم مشاهدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم